تنفيذا لأمر سمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء بإطلاق خطة تطوير لدور العبادة وافتتاح وترميم وتأهيل 30 مسجدا أعلن الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية الانتهاء من تأهيل وتأهيئة جامع بز البراك في مدينة حمد وجامع الشيخ سلمان في منطقة الرفاع وذلك بعد إتمام الصيانة الشاملة وأشهد الهاجري بالاهتمام الذي تلقاه دور العبادة والمساجد من جلالة ملك البلاد المعظم لافتا إلى أن الأمر الصادر عن سمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء يعكس الاهتمام الدائم والمتابعة الحثيثة لكل ما من شأنه تطوير وبناء بيوت الله عز وجل وقال الهاجري أن مجلس إدارة الأوقاف السنية وبمتابعة سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حرص فور صدور أمر سموه على تشكيل فريق عمل تنفيذي من الإدارة وذلك لضمان سرعة البدء والإنجاز والمتابعة ورفع التقارير بصورة دورية وأكد أن الإدارة ماضية في استكمال صيانة جميع دور العبادة التي أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بصيانتها وتهيئتها لتمكين المصلين من أداء عبادتهم في أجواء من السكينة والراحة والخشوع